اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر الدرس الأول الكتب السماوية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سورة البقرة آية 285 أرسل الله تعالى الرسل إلى الناس وأنزل عليهم الكتب السماوية بتشريعات وأحكام تحقق للناس الخير والسعادة وتخرجهم من الظلمات إلى النور وتهديهم إلى الطريق المستقيم وتدعو الكتب السماوية جميعها إلى عبادة الله وحده خالق السماوات والأرض ومبدع هذا الكون العظيم والإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله وذكرت في القرآن الكريم ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان مسلم إلا به وقد أخبرنا القرآن الكريم عن بعض هذه الكتب المنزلة على رسله وهي اسم الكتاب هو اسم الرسول المنزل عليه والقوم الذي نأنزل عليهم القرآن أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل على الناس كافة الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام وأنزل على بنو إسرائيل الزبور أنزل على سيدنا داود عليه السلام وأنزل على بنو إسرائيل التوراة أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام وأنزلت على بنو إسرائيل وقد أنزل الله عز وجل على بعض أنبيائه كتبا خاصة يصلح بها أقوامهم وأنزل القرآن رسالة خالدة للناس أجمعين وتعهض الله عز وجل بحفظه ليكون كتاب هداية للناس كافة قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون سورة الحجر الآية 9 أنا مسلم أؤمن بالله ورسله وكتبه نشاط أرجع إلى سورة الصف الآية رقم 6 وأكتب معنا الآية أن سيدنا عيسى جاء امتدادا لرسالة موسى ومصدقا لما بين يديه من الطورات ومبشرا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم التقويم السؤال الأول أضع إشارة صح مقابل إشارة صح أمام العبارة وإشارة خطأ مقابل العبارة غير الصحيحة 1- المسلم يؤمن بالقرآن الكريم فقط خطأ 2- الزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام صح 3- بعث الله موسى عليه السلام رسولا لكافة الناس خطأ 4- تعهد الله بحفظ القرآن الكريم صح 5- تميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة أنه جاء للناس كافة صح السؤال الثاني أبين حكمتين من حكم إنزال الكتب السماوية 1- ثلاثة بتشريعات وأحكام تحقق للناس الخير والسعادة 2- تخرجهم من الظلمات إلى النور وتهديهم إلى الطريق المستقيم السؤال الثالث أعلل يجب الإيمان بالكتب السماوية جميعها لأنها ذكرت في القرآن الكريم وهي ركم من أركان الإيمان لا يصح إيمان المسلم إلا بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر